أهدافنا طبعاً هو تعزيز تنمية الثقافة عند أبنائنا وبناتنا بحيث أنهم يكونون عندهم بناء القدرة الثقافية عندهم المحافظة على الموروث السعودي أيضاً القيم السعودية أيضاً لها انعكاسات على شخصية الطالب من خلال بناء القدرة عند أبنائنا وطلابنا تعويضهم على الإلقاء تنمية على الوقوف المسرح كيفية التعبير أضف إلى ذلك أنه يكون داعم للمنهج التعليمي بشكل آخر كل هذا يتكون عندنا في النهاية بناء القدرتين القدرة الطلابية في بناء الشخصية وأيضاً تنمية والمحافظة على القدرة الثقافية عند أبنائنا وبناتنا نعم في الاستراتيجية مع زملائنا في وزارة الثقافة إن شاء الله بعد إطلاق الاستراتيجية بيكون في مجموعة من المناشط التي تدعم هذه التوجهات بحول الله ننفكر اليوم أن يكون جزء من الثقافة داخل المدرسة تكون المسرح المدرسي جزء من الثقافة والعادة والممارسات التقليدية داخل المدرسة بصفة شخصية معه لكن هذه أعتقد كثيرين يشاركون من مثل هذا الحلم يعني رحمد الله أنه أعطاناً فرصة أن يكون جزء من هذا المشروع أنه يساهم في تحقيقه بواقت لا يمكن أن تحقيق هذا المشروع لو لك رحمد الله أيضاً الرغبة الصادقة والدعم من القيادة من قيادة المملكة رؤية المملكة 20-30 كارت واضحة بأن تكون ثقافة جزء من جودة الحياة الناس أعتقد أن الثقافة يمكنون أيضاً تساعدوا الطلاب على الإبداع وبس رح تحديداً زي ما حكينا لك رحمد الله الصحفي تبني شخصية الطالب تبني شخصية القيادية تبني قدرته على الخاطب الجمهور على العمل ضمن فريق وهذا كله هذي قيم تربوية بالأساس عادة عن قيمة الإقراء المعلومة يصال المعلومة بشكل سلس للجمهور الكيف المتدربين اللي هم مشرفين ومدرسين المعلمين ومعلمات كيف استطاعوا نقل معرفة طلاب والمطالبات هذه كانت مهمة أن نعرف أنهم ليس فقط تستوعب المعلومة لكن هم عندهم حماس لنقلها وهذا هدف المبادرة ومشينا الصحاب